لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن إخواني هذه النموذج آخر من نماذج البائسة نعم النماذج البائسة التي تزكي هذا الدستور واحد كان مع العهد الخامسة ويقول في كلام بعد ذلك لاحت فيه الأفق أمال أن يكون رئيس راح يهرع الآن كان ادعى أنه رأس حربة الحراك الشعبي وبعد ذلك صار يطبل ويزمر للدستور الثاني جبهة التحرير أيضا شاهدتوها لا راندي شاهدتم كل الذين كانوا يطبلون للعصابة الآن يطبلون للدستور وهذا سلطان ابو قرر وشفته بعيونكم ورأيتم كيف كان وكيف أصبح أمر آخر نعطي مثال رغم أن هذا نموذج لا يستحق أن نتحدث عليه هذا رئيس حزب هذا الحزب يسموه الإصلاح الوطني هذا المدعو غويني هذا الحزب كان حزب شيخ عبدالله جبلة كانت عنده كتلة برلمانية عندما كان عبدالله الشيخ عبدالله جبلة هو قائع رئيس الحزب بعد ذلك عملت له السلطة خطة وانقلبوا عليه بعدما انقلبوا عليه قبل أيضا في حركة النهضة لأنه رفض أن حركة النهضة كانت عندها ثقل لما كان فيها عبدالله جبلة عملوا له أيضا قالب وحركوا له بعض البيادق اللي يعملوا مع توفيق داروا له انقلاب وخرجوا من الحزب بعد ذلك أس الإصلاح حركوا لنفس الأدوات بنفس الطريقة وأدوات أخرى حركوا له في هذا الحزب حركة الإصلاح وأطاحوا به واستولوا على الحزب وهم كانوا يعتقدوا أنه عندما يستولوا على الحزب يحافظوا على ثقل وزنه صارت ليست لديه أي قيمة يعني حتى المنصب في برلمان يعطى لهم يمنح لهم يمنح لهم من طرف الولايات حتى يحافظوا عليه هذا المدعو غويني الذي كان نائبا في البرلمان كان من المؤيدين للعهدات الخامسة نؤكد في حركة الإصلاح الوطني دعوتنا لترشيح السيد رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة لأننا نرى بأن عديد الملفات التي ذكرناها يمكن أن تعالج في المرحلة المقبلة نحن نؤكد في حركة الإصلاح الوطني ونجدد بالمناسبة دعوة السيد رئيس الجمهورية للترشح لولاية رئاسية جديدة نرى أنها ستكون إن شاء الله مرحلة مرحلة الجمعة مرحلة القوة كما شاهدتم دعا بوتفليقة إلى الترشح لعهده عهده خامسة أيضا كان غويني أيضا حاضر كما تشاهدون في الصورة هو حاضر في العرس والتطبيلي الذي خمته جبهة التحرير وحلفائها للعهده الخامسة هذا الرجل لم يطب الكل من هب ودم حتى السفارات يتردد على السفارة الإيرانية من أجل محاولة إيجاد موط قدم له ومحاولة كسب ثقل لنفسه وهو حزب ليست لديه أي قيمة حتى الانتخابات البرلمانية السابقة لم يترشح غويني لأنه كان يدرك أنه لا يستطيع المرور فأراد أن يحفظ ماء وجهه ولم يترشح إلى الانتخابات البرلمانية أيضا كان مطب للعهده الخامسة هيا راحة العهده الخامسة هو ركض بسرعة شاف الخريطة راح مباشرة إلى المترشح عبد المجيد تبون وبارك نلتقي اليوم مع السيد والأخ الفاضل مرشح رئاسيات 12 ديسمبر المقبل والذي حظي بدعم مؤسسات حركة الإصلاح الوطني وعلى رأسها مجلس الشورى الوطني الذي انعقد في جلسته الأخيرة قبل أول أمس وزكى بشكل رسمي المرشح السيد عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المقبلة إذن هذا نموذج آخر نموذج آخر من هذه النماذج البائسة التي تعجبها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله